السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين خمس شباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج القوس وايضا عنا انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج الجدي لبرج الدلو القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس حتى تمام ساعة 12 وثمان دقائق من ظهر يوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة وتسعة وثلاثين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر بما انه موجود في برج القوس معناته منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاولنا والطاقة العالية بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات يمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا والأحداث أول حدث رح نتكلم عنه هو انتقال عطارد اللي رح ينتقل من الجدي للدلو طبعا الحلقة بتفاصيلها وتأثيراتها على جميع الأبراج صارت موجودة على القناة رح ينتقل كوكب عطارد من برج الجدي لبرج الدلو صباح اليوم الساعة خمسة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ورح يظل في حركة أمامية لصباح يوم الجمعة ثلاثة وعشرين اثنين الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج رح يشعر موليد برج الدلو بقوة الفكر والإدراك الجيد والقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم وبتزداد الرغبة لديهم في المطالعة والدراسة وإجراء الاتصالات والقيام بسفريات بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية والنارية يعني الجوزاء الميزان الحمل الأسد القوس وكل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده في برج الدلو بالنسبة للزاوية التي تلي هذا الحدث زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و54 دقيقة ظهرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 12 و57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش تدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا برضو بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا وبعض الأشخاص اللي عندهم قابلية للأزمات القلبية بدهم ينتبهوا لأنه بالفترة هاي بتكثر الأزمات القلبية اللي أسبابها العصبية أو حوادث عن طريق النار برضو بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان برضو بيتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤابرات سياسية في دول ما كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نبادر بعمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت اضطرارية وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع طبيبنا عندنا الكبد، العجز، عظم الفخد، عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك، مفصل الورك، الفقرات القطنية، والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم، عما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد، لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر، بما أنه موجود في برج القاوس خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 5 و 6 دقائق صباحا من صباح يوم الثلاثاء ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و 8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الجدي بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم، في تمام الساعة 12 و 19 دقيقة بعد منتصف الليل بيصير 25 يوم، يعني طيلة اليوم رح يكون 25 يوم، نسبة الإضاءة 21% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 سعيد بنسبة 5% القمر في القاوس حتى يوم 6-2 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% عطارت في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يظل في الدلو ليوم 23-2 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثاور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده وبتشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر وبتكون الفترة نشطة جداً وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثاور بالنسبة لموليد برج الثاور بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففه من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي وعنيد مع أحبائك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أهم شيء أنك تتجنب الغضب والإنفعال وما تدع أي شخص أو أحد يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها علي خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة فعشان هيك بدك تتحامل شوي على نفسك بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاكم وراحتكم كونوا واضحين في أولوياتكم وما تدع أي شخص يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات وحاول أنك تحترم الموعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات وبتكون أكثر مرونة وممكن تحقق إنجاز مهم بتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر الضغوط والمتاعب هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي حاذر من الخلافات والمشاعر السلبية لأنه ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك بعض الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وهذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات وبإمكانك إنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وهي فترة إيجابية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة وتحدد أولويات أو ميزانية مالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار أو يكون في بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا فقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية بتطالع اليوم خبر كنت بتنتظره أو إشارة أو انطلاق جديدة فترة ناشطة فيها حماسة وبرضو ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه جيدا لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب حاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسئوليات الكبيرة وإلا أنه فترة فيها صعوبة وفارغة من الحضوض خفف من وثيرة عملك وما تحسم أي أمر وما تنجرف وراء الأفكار السودة والهواجس والأفكار يعني والأحلام أيضا لأنه القمر في بيت المتاعب ففترة سلبية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم برضو ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى وحيد بل سارع في المشاركة أنت بحاجة للنصيحة وبانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز وحاول أنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتغار على مصالحك وبتكون يعني هاي الفترة يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر تأثيرات القمر بهاي المرحلة بتكون ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهمش أنه ما تتدمر على مسمع من أحد وحاول أنك تصبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء